طيب ده فيما اتعلق صلاح نسامان لولو ورب كل التوفيق في مسيرته المجولة مع ليفر بولو وان شاء الله يحقى أرقام أكبر وأكبر وأهم وألقاب وكل حاجة يعني وهو يقدر على كده بكل تأكيد طيب تعالوا بقى نتكلم شوية على سوارش المدير الفني الجديد للنادي الأهل يوم بارح كان المؤتمر صحفي اللي تم الإعلان فيه بشكل رسمي عن تعاقد الأهلي مع المدير الفني البرتغالي الجديد للفريق الأول لكرة القدم وكالعادة تنظيم مميز من النادي الأهلي مؤتمر منظم الأمور ماشية بالشكل اللي متعودين عليه دايما من كلال النادي الأهلي وانا كنت من الناس الحريصة جدا أن انا روح أحضر المؤتمر يعني من أوله وتابع تصريحات الراجل واشوفه وجه لوجه كده واشوف تعبيراته ورقشناته والكلام من ده والواحد ياخد انتباعاته الأولى يعني فكانت باعات أولية عن الراجل أولا هو واحد ما بيهزرش ما بيتحكش رغم ان انا بشوف يعني التكشير كتير في بعض الأحيان ممكن بقى نتائجه مش إجابية قوي لكن ده واضح ان ده اسلوبه عنده الشخصية البرتغالية اللي بيتمتع بيها كل المدربين البرتغاليين اللي احنا شوفناهم أو معظمهم عشان ما نكونش ببالغ منويل جوزي جوزي مورينو فيه ناس كتير فيه مدربين كتير جدا ببرتغاليين شخصيتهم كده فيه ريرة مدرب الزمالك بالمناسبة ورده شخصية قوية فالراجل عنده الشخصية دي جدي جدا في عمله اللي عجبني فيه مبارح كمان في كلامه في المؤتمر الصحفي ان هو أولا عارف بيقول ايه وفي نفس الوقت فيه بعض الكلمات والرسائل اللي عايز يوجهها للصحفين أو الإعلامين الزملاء اللي كانوا قاعدين اللي كانوا ماليين المؤتمر مبارح وعايز يوجهها الجمهور النادي الأهلي اللي كان بيتابع المؤتمر من خلال شاشة القناة النادي كان بيعلي فيها صوته بيعلي فيها النبرة بتاعته ليه أنا هنا بيعلي النبرة بتاعتي عشان عايز أوجه رسالة معينة احنا يا جماعة مش جايين نهزر احنا جايين بنشتغل احنا جايين عايزين ناخو بطولات وعندنا تلت بطولات محليه عايزين نكسبها من دلوقتي يعني هو الراجل بقى فيه مدربين يجوا يقولولك ايه لا أنا أول بس موسم ده متسألونيش على بطولات أنا جاي يا جماعة في نص الموسم فمحدش يسألني على حاجة لا 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 ده واضح ان الراجل عارف كويس قوي هو جاي على ايه وعارف كويس قوي كم الضغوط اللي هتبقى ملقا عليه في فترته مع النادي الاهلي اللي نتمنى يا رب تكون فترة طويلة لانا من الناس اللي بشوف ان دايما لازم الاهلي يكون المدرب معاه مستقر اقل حاجة يقعد تلت اربع سنين ده اللي نفسي فيه بصراحة في النادي الاهلي لكن ظروف تبقى خارجة عن ارادة المسؤولين في النادي برحيل بعض المدربين يعني لكن في نفس الوقت فيه تصريح مهمة قوي قالوا قال يا جماعة الضغوط في الاهلي كبير وانا عارف قوي ان حيتم انتقاضي وعارف قوي ان حيبقى فيه هجوم علي وعارف قوي كم الضغوط اللي هتبقى موجودة وانا مستعد لكل الكلام ده والمدرب اللي ما يستحملش الضغوط ما ينفعش يكون مدرب يعني مش عايزين نقول للمسلماني انه هو ما ينفعش يكون مدرب مدرب كبير طبعا مسلماني حقق معانا القاب وانجازات كبيرة جدا لكن هو كان ليه تصريح ان الضغوط في الاهلي صعبة جدا وانا عاجبني في الراجل ده انه هو عارف الضغوط دي بدري بدري وفاهم قد ايه قيمة الاهلي وفاهم قد ايه يعني طموح جمهور الاهلي وشغفه الدائم بالفوز بالالقاب مش بس كده جمهور الاهلي عايز اداء وديه النقطة اللي تطرق ليه في المؤتمر مبارح جمهور الاهلي على مدار فترات موسيماني مثلا كنا بنكسب وكنا بنكسب مثلا زماني خمسة ثلاثة وبنكسب الهلال السعودي أربعة سفر بطل دوري السعودي وبنكسب بيرمين ستة ثلاثة سفر بنكسب اسماعيل أربعة سفر ونتاج قد كده كبيرة وكان قليل اول ما نشوف الاهلي نتيجة واداء كان قليل مع موسيماني لكن الاهداف كان بتتحقق بالفوز بالالقاب ممكن بطولة اثنين ثلاثة وقعوا منك لكن الاغلب انت كنت بتكسبه حلو حلو بس كان تعيق جمهور الاهلي دايما ايه يا جماعة احنا قاب نكسب بس احنا نفسينا نتمتع بالاهلي احنا عايزين نبسط بالاهلي عايزين نحس ان احنا نلعب كرة حلوة فالراجل قال الهدف الاساسي اللي هو سوارش قال الهدف الاساسي ان احنا نكسب دي ما فيهش نقاش لكن احنا عايزين نبقى افضل من الفرقة اللي بتلعبنا حتى واحنا بنكسب يبقى اداءنا حلو فبرضو ده يعني دليل على ان الراجل فاهم قد ايه عقلية جمهور النادي الاهلي وتموحه وشغفه الدائم بالفوز بالالقاب والاداء يكون مميز فاكيد حيشتغل على حاجة زي كده طيب هل احنا بننتظر شغل او نتائج للعمل بتاع سوارش مع النادي الاهلي من المباراة النهاردة طبعا لا من المباراة الجاية طبعا لا من الفترة الجاية كلها لا الراجل اكيد حاخد وقته هو قال برضو كده في المؤتمر صحف انا كنت مركز معان بارح في كل كلمة في المؤتمر صحف ام بارح قال لك ضغط المطشوات وحنا نعب كل تلت اتياب مطش ده حيمنعنا من التطور سريع بالنسبة للعبين حناخد وقت شوية ده طبيعي وكلام منطقي جدا اذا ايه المطلوب بعد تصرحات مباشرة وفي نفس الوقت مش بقولك ان المدارد ده حينجا هيكسر الدنيا او مش بقولك المدارد ده حيفشل هي بيبقى فيه انطبعات اولية كده وبيبقى فيه مؤشرات اولية واجابية هي مباراة حكاية كده لكن ده هل مقياس لنجاحه او فشله وطبعا لا نتمنى له يا رب التوفيق ممكن يكون موفق وممكن ما يكونش موفق